بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطف أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة الملك وهي مكية الصفحة الرابعة والتسعون والثلاثمئة قال الأمام أحمد حدثنا حجاز بن محمد وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن ثلاثين آيام شفعت لصاحبها حتى عفع له تبارك الذي بيده الملك وهو أهل السنن الأربعة من حديث شعبة به وقالت الملي هذا حديث حسن وقد رأى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن مصر ابن مصر بن زياد أبي عبد الله القرشي الميسابوري المقري الزاهد الفقه أحد الثقاط الذين رأى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير الصحيحين ورأى عنه التلميذي ابن ماجة وابن خزيمة وعليه تفقها في مذهب أبي عبيد ابن حربويه وخلق سواهم ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائد عن الزهري عن آس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك فلما عضع في حفرته أتاه الملك ففارت السوعة في وجهه فقال لها إنك من كتاب الله وأنا أكره مساءتك وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضر ولا نفع فإن أردت هذا به فانطلقي إلى رب تبارك وتعالى فاشفعي له فتنطلق إلى رب فتقول يا ربي إن فلان عمد إلي من بين كتابك فتعلمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه فإن كنت فائلا وياك به فانحني من كتابك فأقول ألا أراك غضبتي فتقول وحق حق لي أن أغضب فأقول اذهبي فقد ذهبته لك وشفعتك فيه قال فتجيء فتسجر الملك فيخرج خاسف البال لم يحلمه بشيء قال فتجيء فتضع فاه على فيه فتقول مرحبا بهذا الفن فربما تلاني ومرحبا بهذا الصدر فربما وراني ومرحبا بهاتين القدمين فربما قام تابيه وتؤلسه في قبره مخافة الوحشة مخافة الوحشة عليه قال فلما حدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجية قلت وهذا حديث منكر جدا وفراط المسائب هذا ضعفه الإمام أحمد وإحشى بن مائد والبخاري وأبو حاتم والضعاق وغير واحد وقد ذكره ابن عساكم من وجه آخر عن الزهري من قوله مختصرة وراء البنقيه في كتاب إفدات عذاب القبر عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا ما يشهد لهذا وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبارة ولله الحمد ومنله وقد رأى التبراني والحافظ البياء المقدسي من طريق سلام ابن مسكين عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك وقال ترمدي حدثني محمد بن عبد الملك ابن أبي الشارب حدثنا رحي بن عمر بن مالك بن كري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال وضرر بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ضربت خبائي على قبر وعلى لا أحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها فقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر ثم قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي هريان ثم رأت المذي عبا من طريق ليس ابن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزير وتبارك الذي بيه الملك وقال ليه عن طاوس يحضناني كل سورة في القرآن بسبعين حسنة وقال التبراني حدثنا محمد بن الحسن بن عجلان الأسبهاني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي يعني تبارك الذي بيده الملك هذا حديث غريب وإبراهيم ضعيف وقد تقدم مثله في سورة ياسين وقد روى هذا الحديث عابد بن حميد في مسنده بأرصة من هذا فقال حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال قال لرجل أنا أتحفك بحديث تفرح به قال بلى قال وَنَقَأْ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَعَنِّمْهَا أَهْنَكَ وَجَمِيعَ عَرَبِكَ وَصِدْيَانَ بَيْتِكَ وَجِوَانَكَ فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم وما قيامة أن بعض بها لقاريرها وتطلب له أن ينجيه من عذاب القبر وينجى بها صاحبها من عذاب القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دواددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البشر هل ترى مفتور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسيئي وقد زيننا السماء الدنيا بمشابيح وجعلناها رجونا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده المنكو أي هو المتصلف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لطهره وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى وهو على كل شيء قدير ثم قال تعالى الذي خلق الموت والحياة واستدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر موجودي لأنه مخلوق ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم أي يختبعهم أيهم أحسن عملا كما قال تعالى كيف تكفرون لله وكنتم أمواتا فأحياكم فسمى الحال الأول وهو العدم موتا فسمى هذه النشأة حياتا ولهذا قال تعالى ثم يميتكم ثم يحيكم وقال ابن أبي حاتم حدثنا الوزوع حدثنا سفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتدة في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء ورواب معمر عن قتابه وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي خير عملا كما قال محمد بن عجلان ولم يقل أكثر عملا ثم قال تعالى وهو العزيز الغفور أي هو العزيز العظيم المميع للجناد وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناد بعدما عصاه وخالف أمره وإن كان تعالى عزيزا هو مع ذلك يغفر ويرحم وأصفح ويتجاوز ثم قال تعالى الذي خلق سبع سماوات وانقباقة أي طبقة بعد طبقة وهل هم متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء فيه قولان أصحهم الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره وقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي بل هو مصطحب مستود ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقش ولا عيد ولا خلل ولهذا قال تعالى فارجئ البصر هل ترى من فطور أي انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والشوري وغيرهم في قوله تعالى فارجئ البصر هل ترى من فطور أي شقوق وقال السندي هل ترى من فطور أي من خروق وقال ابن عباس في رياله من فطور أي من وهاء وقال قتادة هل ترى من فطور أي هل ترى خللا يا ابن آدم وقوله تعالى ثم نرجع البصر كمرتين قال قتادة مرتين يعني قال إليك البصر خاسئا قال ابن عباس ذليلا وقال مجاهد وقتادة صاغرا وهو حسير قال ابن عباس يعني وهو كليل وقال مجاهد وقتادة السبي الحسير أنه ينقطع من الإعياء ومعنى الآية إنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك أي لرزع إليك البصر خاسئا عن أن يرى عيبا أو خللا وهو حسير أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يع نقصا ولما نفى عنها في خلقتها النقص بيّن كمالها وزينتها فقال ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وهي الكواكب التي رضعت فيها من السيارات والثوابت وقوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها لأنه لا يغمى بالكواكب التي في السماء بل بشهد من دونها وقد تكون مستمدة منها الله أعلم وقوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير أي جعلنا للشياطين هذا خزي في الدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى كما قال تعالى في أول الصرفات إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيمَةِ مِلْكَا كَبْ وَحِفْوًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ نَارِدْ لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقرفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وعصب إِنَّا مَنْ خَاكِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ قال قتادة إنما خلقتها به النجوم لثلاث خصال خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه أتكلف ما لا علم له به راب بن درين وابن أبي حاتم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيير وأعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أي بئس المآل والمنقلب إذا ألقوا فيها سمعوا له شريقا قال المجرير يعني الصياح وهي تفور قال الثوري تغلي بهم كما يغل الحب القليل في الماء الكثير وقاله تعالى فكاد تميز من الغيظ أي فكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحيطها بهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزمتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير يذكر تعالى عنه في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحدة عليه ويسال الرسول إليه وما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزمتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويندعونكم لقاء يونكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أي لو كانت لنا أقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به رسل ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قال الأمام أحمد حدثنا محمد بن دعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي البحتري الطائي قال أخبرني من سنعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يؤذروا من أنفسهم وفي حديث آخر لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو دهروا به إنه عليم لذات الصدور ألا يعلم من خلق هو النطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في ملاكبها وكلوه الرزق وإليه مشور نقول تعالى مخبرا عن من يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير أي تكفر عنه بنوبه ويجازى بالسواب الجزيل كما سبت في الصحيحين سبعة يضلهم الله تعالى في ظل عرشه لأن لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجلا دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إليه أخاف الله وردلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقال الحافظ أبو بكر البزع في مسنده حدثنا طالوت بن عباد حدثنا عباد حدثنا الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنة قال قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره قال كيف أنتم وربكم قالوا الله ربنا في السد والعلانية قال ليس ذلك منفاق لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيما نعلمه ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الجمائل والسائر وأسروا قولكم أو جهوا به إنه عليم بذات الصدور أي بما يغطر في القلوب ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه والأول أولى لقوله وهو المطيف الخبير ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليبه إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تنميذ ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيوم وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المناشة ومواضع الجروع والثمار فقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فانشوا في مناكنها أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترببوا في أقاليمها وأعجائها في أنواع المكاسب والتجارات أعلموا أن سعيكم لا يجب عليكم شيئا إلا أن يسره الله لكم ولهذا قال تعالى وكنوا من رزقه فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبارا بكر بن عمر أنه سنع عبد الله بن هبيرة يقول إنه سنع أباسا الحرشان يقول إنه سنع عمر بن الخطاب يقول إنه سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق تأكله لا رزقكم كما يرزق الطير تأهدو خماشا وتروح بطانا أعوه التلميذي والمسائي وابن ماجة من حديث بن هبيرة وقال التلميذي حسن صحيح فأثبت لها رواحا وغدوة لطلب الرزق مع تأكلها على الله عز وجل وهو المسخر المسير المسبب وإليه النشور أو المرجع يوم القيامة على ابن عباس ومجاهد والسدي وقتاده مناكبها اعترافها وفجابها ومواحيها وقال ابن عباس وقتادة أيضا مناكبها الجبال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمر بن حكام الأزدي حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية فانشوا في مناكبها فقال لأمي ولد الله إن علمت ما مناكبها فأنت عتيقة فقالت هي الجبال فسأل أبا الدعباء فقال هي الجبال أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تنور أن أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان مكير أولم يروا إلى الطير فأمسات وفات وقبض ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير وهذا أيضا من لطفل ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم وأصفح وأجل ولا يعجل كما قال تعالى ولن يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذا ربه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بأباده بصيرا وأقولها هنا أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تنور أي تذهب وتجيء وتطرب أأمنتم من في السماء أن يرسل أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا فيها حصبا تدماركم كما قال تعالى أفأنتم أن يخصف بكم جانب البدل أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا وهكذا توعدهم هامنا بقوله فستعلمون كيف نجير أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به ثم قال تعالى ولقد كذب المذينا من قبلهم أي من الأمم السالفة والقرون الخالية فكيف كان مكير أي فكيف كان إنكار عليهم ومعاقبة لهم العظيم من شديد أليما ثم قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقه ساوى وثات وواقب أي تارة يشففن أجنحتهم في الهواء وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا ما ينسكهم أي في الجو إلا الرحمن أي بما سخر لهم من الهواء برحمته ولطفه إنه بكل بشيء بصير أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته وهذه كقوله تعالى ألم يروا إلى الطير سخرات في جن السماء ما ينسكهم ما ينسكهم إلا ما إن في ذلك لآتر قوم أما هذا الذي هو جنب لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لدوا في أطول ونفور أفمن ينشي مكبا على رهي أهدى أن من ينشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم سمعا أي صارا الأفئدة والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا مذير مذير فلما رأواه زلفتا سيئة ذوه الذين كفروا سيئة ذوه الذين كفروا وقيل هذا الذي وقيل هذا الذي كنتم به تدعون من فضلك تابع بقية المادة يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم مصرا ورزقا منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصر لهم ما أملوه فقال تعالى أمن من هذا الذي هو جند لكم ويصركم من دون الرحمن أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واقم ولا ناصر لكم غيره ولهذا قال تعالى إن الكافرون إلا في غرور ثم قال تعالى أن من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده أي لا أحد يأتيه منه ويخلق ويرزق وينصر إن الله عز وجل وحده لا شريك له أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره ولهذا قال تعالى بل لدوا أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم في عتو ونفور أي في معاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه ثم قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه أي لا يدري أين نسلك ولا كيف يذهب به بل تائه حائر بوال أهذا أهدا أم من يمشي سويا أي منتصب القانة على صراط مستقيم أي على طريق واضح بي فهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفضل به إلى الجنة الفيحاء وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم الآيات أزواجهم أشباههم قال الإمام أحمد أرحب الله حدثنا بن مير حدثنا إسماعيل عن نفيع قال سنعطي أنس بن مالك يقول قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجههم فقال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجههم وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق همش هنا بياد بالأصول والحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة الفرقان عن أنس بن مالك أمضع انتهى وقوله تعالى هو الذي أنشأكم أي ابتبأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي الأقول والإبراك قليلا ما تشكرون أي قلما تستعمرون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وانتفال أوامره وتركز وجله قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بسكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم وإليه تحشرون أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين للمعاد المستدعبين وقوع ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق قل إنما العلم عند الله أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه وإنما أنا نذير مبين أي وإنما علي البلاء وقد أديته إليكم قال الله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت أجوه الذين كفروا أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا لأن كل ما هو آت وإن طال زمنه فلما وقع ما كذبوا به سياءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشأ أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ هذا الذي كنتم به تدعون أي تستعجلون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به آمنا به وعليه تركلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدون لنعمه رأيتم إن أهلك من الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة ورجوع إلى دينه ولا ينفعكم مقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال فسلا عذبنا الله أو رحمنا فلا مناش لكم من مكاله وعذابه الأليم الواقع بكم ثم قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه ولهذا قال تعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا الآخرة ثم قال تعالى إظهارا للرحمة في خلقه قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد والغائر عكس النابع ولهذا قال تعالى فمن يأتيكم بماء معين أي نابع سائح جار على وجه الأرض أي لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل فمن فضله وكرمه أن أمدع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة فلله الحمد و المنه آخر تفسير سورة الملك والحمد لله وفيما تبقى من الشريط إليكم ما تيسر من تفسير سورة نون تفسير سورة نون وهي مكية الصفحة الأربعمائة بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشترون ما آمنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأدعا غير من فإنك لعلى خلق عظيم فستغصر ويغصرون بأيكم المفتو إن ربك هو أعلم بمن ضرع سبيله وهو أعلم بالمهتدين قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى نون كقوله شاب وخاف ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا وقيل المراد بقوله نون حب عظيم على تيار الماء العظيم المحيط وهو حامل للأراضين السبع كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثنا ابن بشان حدثنا يحيا حدثنا سفيانه والثوري حدثنا سليمانه والأعمش عن أبي غبيان عن ابن عباس قال أولما خلق الله القلم قال اكتب قال وماذا اكتب قال اكتب القدر فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ثم خلق النون ورفع بخار السماء فتفتقت منه السماء وبسطة الأرض على ظهر النون فاضطرر النون فما أدت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لا تفخر على الأرض وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية عن الأعمش به وهكذا رواه شعبة ومحمد بن فديل ووكيع عن الأعمش به وزاد شعبة في روايته ثم قرأ نون والقلم وما يسترون وقد رواه شريك عن الأعمش عن أبي غبيان أو مجاهد عن ابن عباس فذكر نحوه وعراه معمر عن الأعمش أن ابن عباس قال فذكره ثم قرأ نون والقلم وما يسترون ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم ثم قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه وقد رأت براني ذلك مرفوعا فقال حدثنا أبو حبيب زيد بن النهدي المعوزي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا مؤمن بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن أعطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم والحوت قال للقلم اكتب قال ما اكتب قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة ثم قرأ نون والقلم وما يسترون فالنون الحوت والقلم القلم حديث آخر في ذلك رواه بن عساكر عن ابن عبد الله مولى بن أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق النون وهي الدواه ثم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما يكون أو ما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل فكتب ذلك إلى يوم القيامة فذلك قوله نون والقلم وما يسترون ثم ختم على القلم ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة ثم خلق العقل وقال وعزتي لأكملم لك في من أحدثت ولأنكصم لك ممن أضغطت وقال ابن أبي النجيح إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجهد قال كان يقال النون الحوت العظيم الذي تحت الأرض السابعة وقد ذكر البغوي وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخة سوكها كغلع السماوات والأرض وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرد وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن الله أعلم ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا حميد عن أنس أن عبدالله بن سلام بلغه نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأته فسأله عن أشياء قال إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه وما بال الولد ينزع إلى أمنه قال أخبرني بهن جبريل آنفة قال ابن سلام فذاك عدو اليهود من الملائكة قال أما أول أشراط الساعة فمار تحشره من المشرق إلى المغرب وأول طعام يأكله أهل الجنة زيابة كابد الحوت أما الولد فإذا سبق ماء رجل ماء الماء نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء رجل نزعت وعواه البخاري من طرق عن حميد وعواه مسلم أيضا وله من حديث ثربان مولى عسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبه عن ثربان أن حضرا سأل عسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائله فكان منه أن قال فما تحفتهم يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة قال زيابة كابد الحوت قال فما غذؤهم على أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيبا وقيل المراد بقوله نون لوح من نور قال ابن جرير حدثنا الحسن بن شبيب المكتب حدثنا محمد بن زياب الجزري عن فرات ابن أبي الفرات عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم نون والقلم وما يسطرون لوح من نور وأقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة وهذا مرسل غريب وقال ابن جرير اخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مئة عام وقيل المراد بقوله نون دواه والقلم القلم قال ابن جرير حدثنا عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر عن الحسن وقتابه في قوله نون قال هي الدوات وقد أول في هذا حديث مرفوع غريب جدا فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الحسن بن يخيى حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله النون وهي الدواه وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب حدثنا أخي عيسى بن عبد الله حدثنا ثابت الثماني عن ابن عباس قال إن الله خلق النون وهي الدواه وخلق القلم فقال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كارن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فجور أو رزق مقصوم حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم وخروجه منها كيف ثم جعل على العباد حفظة ولل كتاب خزانة فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم فإذا أفني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا فترجع الحفظة فأجدونهم قد ماتوا قال فقال ابن عباس ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون إنا كنا نستانسخ ما كنتم تعملون وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل وقوله تعالى والقلم أظهر أنه لنس القلم الذي يكتب به كقوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أمعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ولهذا قال وما يسترون قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون وقال أبو الضحى عن ابن عباس وما يشترون أي وما يعملون وقال السدي وما يشترون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد وقال آخرون بل الله أضوه هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف عام وأواد في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطالسي حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي عن عطاء هو ابن أبي عباح حدثني وعيد بن عبادة ابن الصاند قال دعاني أبي حين حضره الموت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خرق الله القلم فقال له اكتب قال يا ربي وما أكتب قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به وخاجر التنميلي من حديث أبي داود طيالسي به وقال حسن صحيح غريب وعاه أبو داود في كتاب السنة من سنوه عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن ابن عباح عن إبراهيم بن أبي عائلة عن أبي حفصة واسمه حبيش بن شريح الحبشي الشابي عن عبادة فذكره وقال ابن جليل حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق أنباءنا عبد الله بن المبارك حدثنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن قاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكثب كل شيء غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد والقلم يعني الذي كتب به الذكر وقوله تعالى وَمَا يَسْطِرُونَ أَنْ يَكْتُبُونَ كَمَا تَقَدَّمْ وقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون وإن لك لا أدرا غير من نون أي بل إن لك الأدرا العظيم والخواب الجزيد الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاعك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أباهم ومعنى غير من نون أي غير مقطوع كقوله عطاء غير مجذوب فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنهم وقال مجاهد غير ممنون أي غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال العوفي عن ابن عباس وإنك لعلى ديم عظيم وهو الإسلام وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي وربيع ابن أنس وكذا قال ابن حاكو ابن زيد وقال عطيته لعلى أدب عظيم وقال معمر عن قتابه سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن وقال سعيد بن أبي عربة عن قتابة قوله وإنك لعلى خلق عظيم ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن وقال عبد الرزاق عن نعمة عن قتابة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام قال سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتقرأ القرآن؟ فقلت نعم فقالت كان خلقه القرآن هذا مختصر من حديث طويل وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتالة بطوله وسيأتي في صورة المزملين إن شاء الله تعالى وبه الثقة وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وقال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سعاد قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن؟ وإنك لعلى خلق عظيم قال قلت حدثيني عن ذاك قالت صنعت له طعاما وصنعت له خفصة طعاما فقلت لجاريتي اذهبي فإن جاءتها بالطعام فأضعته قبل فطرح الطعام قالت جاءت بالطعام قالت فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان مطع قالت فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقتص اقتصي شك أسود ضرفا مكان ضرفك قالت فما قال شيئا وقال المجرير حدثنا عبيد بن آدم ابن أبي ياسم حدثنا أبي حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن عن سعب ابن هشام قال أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها أخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن نحوه وقال ابن جير حدثني يونس أنباءنا ابن أهد أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن دبيل بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وهكذا رواض أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي وعوام النسائي في التفسير عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح به ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار انتفال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلق تطبعه وترك تضعه الجبلاء فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحلاء والكرم والشجاعة والصفح والحم وكل خلق جميل كما ثبت الصحيحين عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أفقط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكن ولا أطرى كان أطيبا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق قال سنعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهة وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي إيسى التلمري في هذا كتاب الشمائل قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرية عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله ليس الله ليسلم بيده خادما له قط ولا ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا يخير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تبتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد المنصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاء بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هو ينتقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتنم صالح الأخلاق تفرد به بهذا القدر من تفسير سورة مين ينتهي تفسير سورة الملك انتهت هذه المال ولكم تهيئة أسوانكم بشبكة الألوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر